عن اختيار منظمة الأمم المتحدة لتربية والعلومة والثقافة اليونسكو مدينة الرباط عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026 ينضم إلينا الأديب المغربي دكتور مراد القادري رئيس بيت الشعر بالمغرب دكتور مراد مرحبا بك معنا أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة مرحبا بكم دائما بداية ما هي دلالات اختيار الرباط عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026 طبعا هناك أكثر من دلالة لشك أن أهمها هو تأكيد على التقى التي تحظى بها بلادنا داخل المجتمع الدولي والعالمي وخاصة داخل الأوساط المشتغلة بالثقافة وبصناعة الكتاب ما كان يمكن لبلدنا أن تحظى بهذا التتويج المستحق لولا الجهود المبدولة داخل قطاع التقافي في بلدنا ولولا الاستراتيجيات المعمول بها والتي تتمر يوما بعد يوم جهودا من أجل تقريب الكتاب من مختلف شرائح المجتمع ودعم نشره وتقريبه إلى فئات المهمشة خاصة فئات الأطفال والشباب ودوي الاحتياجات الخاصة إذن هو حدث في نظرنا حدث مهم ويستحق أن نهنئ أنفسنا ونهنئ النسيج التقافي المغربي لأن الملف الذي تقدمت به الوزارة الشباب والتقافة والتواصل ظاهر أنه كان ملفا جيدا ويقدم رؤية واضحة لما يمكن أن ينفرط فيه المغرب وتلتزم به كافة الأطراف المعنية بمجال الكتاب والقراءة وذلك في نظره هو ما جعلنا نحصل على هذا الامتياز المشرف حدث مهم ويعكس ثقة المجتمع الدولي في المغرب كما تحدثتم خاصة الأوساط المهتمة بقطاع الثقافة وبالتالي ما هي أفاق هذا الاختيار بالنسبة إلى العاصمة المغربية الرباط والدينامية الثقافية بالمغرب وأيضا بالمنطقة العربية والإفريقية يجب أن يعلم المشاهد الكريم أن بلدنا هي رابع بلد عربي تحصل على هذا الامتياز بعد إسكندرية وبيروت والشارقة وثالث بلد إفريقي يحصل عليه بعد كوناكري وأقرب ولذلك فإننا نتطلع كفاعلين ثقافيين وكتاب ومؤلفين وصناع كتاب من ناشرين ومراكز توزيع نتطلع فعلا أن نجعل من هذا السنة سنة 2026 حدثا يعزز مكانة الرباط بما هي عاصمة للأنوار وعاصمة للثقافة المغربية دون شك ستكون هناك أحداث وفعاليات ومبادرات تعزز مكانة بلدنا وترصخ الدور الذي يلعبه المغرب على المستوى العربي والإفريقي في ما يهم عالم المعرفة وتقريب المعارف ومحاربة الأمية وتمكن الشباب والفئات من ربط علاقات أصيلة ومتجدرة مع الكتاب ومع القراءة بشكلها أشكر جزيلا شكر لأديب المغربي دكتور مراد القادري رئيس بيت الشعر بالمغرب على هذه المشاركة معه أهلا وسلم